اشتركوا في القناة إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلغا حتى إذا أتيا أهل قرية استضعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فمجدا فيها أجدارا يريد أن ينقى الضفا قامه قال لو شدت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراغ بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أن أعيبها وكان وراه ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشئنا أن يرهقهما ضغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما كنز لهما وكان أبوهما صالحا فعسى ربك أن يبلغا شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة ووجد عندها قضما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من آمن وعمل صالحا فله جزائه الحسنا فسنقول له من أمننا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على غضم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قالوا أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قبرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء أكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أبرياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيوكم بالأخسدين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولغائه فحبطت أعمالهم فلا نغيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي برسلي وزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حبلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فاحبا فمن كان يرجو لقاء ربه فلعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافى يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال ربي إني مهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شغيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاغرا فأبري من لدنك بليا يرثني ويرث من آلي عقوب فاجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لن نزع له من قبل سميا قال رب أنه يكون لي غلام وكانت امراتي عاغرا وقد بلاغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعلي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سميا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى قذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكان تغيا وبرا ببالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم برد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنا بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون ليهب لك غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكب غيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مرضيا فحملته فانتبذت به مكانا بصيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبلها باب كنت نسيا منسيا فنادى من تعتها ألا تعزني قد جعل ربك تحتك سريا فهزي إليك بجذع النخلة تساقد عليك رضبا جنيا فكلي واشربي وغرع عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تعمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أبرم والدة ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم بلدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا غضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبعصير يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في غلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبو الراهي إنه كان صديغا نبيا إذ قال لي بي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سبيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان مليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتز لكم وما تدعون من دون الله بيدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شغيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وأبنا له إسحاغ ويعضوب وكلا جعلنا نبيا ألا أبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لصالة صدقنا عليا والذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أناديناه من جانب الطور الأيمن وغربناه نجيا فذهبنا لهم من رحمتنا أخذ هارون نبيا فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعي وكان رسولا نبيا فكان يأمو أهله بالصلاة والزكاة فكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صدقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين نعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشاوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدغلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يصنعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك سيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسا فأخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فأربك لنحشرنهم الشياضين ثم لنحضرنهم حول جهنم الدتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشرت على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا باردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا للذين آمنوا أي الفريقين خير نظاما وأحسن نديا وكما لكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن متى حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين احتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرتا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ولمد له من العذاب متى وللثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدها ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن مفتا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أحدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن فتا فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدام وكما هلكنا قبلهم من قر ها تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا سورة طاها بسم الله الرحمن الرحيم طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال ليلهم كثو إني يا نست نارا لعلي إني يا نست نارا لعلي يأتيكم منها بضبس أو أجدوا على النار هدى فلما أتى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخدعنا عليك إنك بالواد المغد صدوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا هو فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها فاتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتركوا عليها بأه الشبهة على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألغاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سرتها الأولى فأضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيسوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه ضغى قال رب شرح لي صدري ويسلي أمري وحل عدة من لساني يفقى الغضلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أتيت سؤلك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذفه في التابوت فاقذفه في اليم فللقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألغيت عليك محبة مني ولتسنع على حيني إذ تمشي أخذك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقرع عنها ولا تحزن وغتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على غدري يا موسى واستطاعتك لنفسي إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيها في ذكري إذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له غولا ليجنا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع بارا فأتياه فرعون فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا غدوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعضى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرور الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به يزواجا من نبات شتى كلوا ورعا ونعامكم إن في ذلك الآيات اللولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذبوا بابا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخرفه نحن ولا ذات مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعان فجمع كيده ثم ماتا قال لهم نسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان فساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم من سحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فيجمعوا كيدكم ثم تصفا وقد أفلح اليوم من استاعلا قالوا يا موسى إما تلغي وإما أن نكون أول من ألغا قال بل ألغوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة النسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألغ ما في يمينك تلغف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحظ ولا يفلح الساعر حيث أتى فألغي السعرة سجدا قالوا آمنا برب هارون فموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم استحقر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النحل ولتعلمن أن يناشد عذابا وابغا قالوا لن يؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فاغض ما أن تضاف إنما تغضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحق والله خير وأبغى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا ودع من الصالحات فأولاك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولغد أوحينا إلى موسى هل أسف طريقا في البعر يبسى لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعان بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وظل فرعان غامه وما هدا يا بني إسرائيل غد أنجيناكم من عدوكم وباعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المنة والسلوان كلوا من ضيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا فإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدا فما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على فريب عجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا عمك من بعدك وظلهم السامري فرجع الموسى إلى غامه غضبا لاسفا قال يا غام ألم يعدكم ربكم معدا حسنا أفضال عليكم لاعد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أذرا من زينة الغام فقدفنا فكذلك ألغى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم إله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا غام إنما فتنتم به إن ربكم الرحمن فاتبعوني وضيعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعا فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي قال فما قضبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قضة من أثر الرسول فنبذتها وجذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أنت غللا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وزع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أماء ما قد سبع فقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرضا عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في السور ونحشر المجرمين يومئذ ينزرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم ضريغة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسبها ربي نسفا فيذرها ضاعا صفصفا لا ترى فيها عبجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عبج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وغض خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا يغاض ظلما ولا هغما وكذلك أنزلنا قرآننا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث لهم ذكران فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل إن يقضى إليك بحيه وقل رب زدني علما فلقد أحدنا إلى آدم من قبل فلسيا ولم نجد له حزما وإذ قلنا للملاك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمو فيها ولا تضحى فبسس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وضفقا يخسفان عليهما من وراغ الجنة وعصا آدم ربه فغبا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبضى منها جميعا بعضكم لبعض نحد فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يظل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وغد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليام تنسى وكذلك نزيم الأسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبغى أفلم يهد لهم كما ألكنا قبلهم من الغرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك الآيات لولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبع بحمد ربك قبل دروع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأضراف النهار لعلك ترضى بلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وبرقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم مينة ما في السحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أسحاب الصراط السبيب من اهتدى صدق الله العظيم